الممثل المبروث الشخصي من العام للصحراء الغربية السيد ستفن ديمستورا كانت له فرصة للإطلاع المباشر على الواقع الذي يعيشه الشعب الصحراوي واستمع لشيبه وشبابه ونسائي الذين قالوا وبصوت واحد بأن مطلبهم كان وما يزال هو الاستقلال الوطن وهذا هو موقف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحريج الساقية الحمراء والذاب مع التأكيد على الإرادة القوية لدى طرف الصحراوي للإنخراط الجدي إذا ما كان هناك إمكانية لعملية سلمية تمكن شعبنا من ممارسة حقين غير القابل للتصرف في تقرير المصيري والاستقلال إذن إرادتنا قوية في العمل من أجل إحلال السلم والاستقرار في المنطقة ولكنها إرادة أيضا قوية في التشبث بحقوقنا غير القابلة للمساومة وبالدفاع وباستماتة عن حقوقنا في الحرية والاستقلال